؟ اكتب مصطلح تسمى اكتب مصطلح يعني ننسنس هراء سأقول لك ماهو الهراء عندي يقول لك بولشت تقبل البرشت ما هو البولشت تقبل البولشت مثلا يا اخوان الذي اراه بعد دراسات معمقه استغرقتني آخر خمس سنوات في حياتي عند الخط النازل المتعرج الحضاري في الفترة الأخيرة يتذبذب تحت تأثير دايلكتيك التاريخ المحصور بين إكراهات الواقع وأمنيات المستقبل وجروحات الماضي الماضي البعيد المنحصر بدوره لأمنيات لم تجد استجابتها على وجه شمولي واحد توحدي هذا الهبل الذي تسمعه من الناس أحيانا والله كشعر بدني والله هناك ناس تكتب مقالات وتنزل في الصحف وضع الأمة وحايل الأمة من غير مبالغة من هذا النمط وأنا أخيره بفضل الله الحمد لله قلت لكم عشت حياتي كلها في العلم والغراءة هذا لا يخدعني هذا الهبل أذهب على غيري أجمل قلت لكم أكثر من مرة أجمل من سعى في كشف هذا الهبل وهذا الهراء كالبوبر في أحد كتبه كالبوبر من أجمل ما يكون الوضوح الذي عنده فالسوف عميق جدا جدا صراحة أعظم فالسوف العلم في 25 هو كالبوبر ليست مسكون كالبوبر واضح جدا جدا تقرأ أعماله العميقة جدا واضحة أكثر ما يكره قلت لك في أحد كتبه هذه الحذقة والبولشت الفلسفية وجاب مثل من ضمن الذين مثل بهم هايديغا مارتين هايديغا وهذا أكبر بلاش من بولشت أكبر بلاش هذا كلام سخيف وكتب وكذا والوجود والزمان ما من أقبح ما يكون عمل لحاله بوبر دمر تدمير يجيب لك فقرة براجراف هيكة تملأ ثلاث أرباع صحيفة مرت وصحيفة كاملة طبعا الكلام هو أول يسموه يعني كلام العمود بوبر قسم الصفحة عنده العمودين فكلام هايديغار ممكن يملأ عمود كامل يملأ عمودا كاملا تكرار أنت بتفهم حاجة لألمريك ولا بتفهم حاجة بيجي بوبر بقول أنا أقول كوش بدو قول بطلع سطر واحد بصراحة هيكل ما كان الشيك هيكل عنده فلسفة لكن عمنا أرثر شوپنهاور كان يرى رأي بوبر في هايديغار في مين كان يرى في هيكل طبعا أكيد لأنهم اثنين كانوا متعاصرين وهيكل الله لا يسامح بصراحة أخذ كل الطلاب من هايديغار يا هرام في نفس الوقت ليس من شوپنهاور هايديغار القرن العشرين هيكل عنده محاضرة تمتلئ القاع أخذ شوه رب بطريقة ما نحن نذكر اليوم برضو موضوع التشويش ليش حلو تيجي لأشياء أسسويش ووسكينة أرثر شوپنهاور عنده محاضرة ولا واحد وقعد هيكل ولا طالب عنده فطبعا حقل على مين على هيكل وكاتب إيه كلاما شديدا جدا عنه أنه هذا بلاج كبير وكلامه كله بولشته ملوش أي معنى وسخافه قال حتشوفه واستنوا بس لما شوي تروح الوهج ووهج الشعبيته ووهج الكلام يقوله اقترار به وحتشوفه كيف الزمان يحكم على هيكل أنه رجل لم يقل شيئا له معنى وله قيمة وكلامه سخيف يبحث على الأسى والضحك خليك الضحك رأي فيه شدة شوية اللي كان أحقبي بصراحة يعني بدرجة أكبر هايديقر وبوبير موفروش وغير طبعا هايديقر جابنا سنين إحنا الله بلانا للأسف الحمد لله هم قلة تعرفوا ليش لأنه معظما يقول كلاما سخيفا في وضوحي وهابلي كلام أطفال للأسف بصراحة صح تلكم بتكلّبوا وينو كلام فارغ كلام أطفال ما في كلام حقيقي علمي فلسط كلام لكن اللي يحاولوا يلعبوا دور منظر ومفكر وفيلسوف الله أكبر يا أخي شيء بعضهم طبعا ليش كلهم بعضهم بتحدث بالطريقة هذه بولشت كلام فارغ كله ترح تقرأ سبعين صفحة لا تخرج بشيء ما تقول هذا ما حاب يقول يا رجل خليك واضح هو نفسه ما فهم يستخفي وراء تعقيد العبارة وإغماضها وتلغيزها وتوعير طريقة بدل التعبيد طريقة ما شيء رهيب 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 فقال لك المزاج الجيد بخليك ضحية يا إيش للبولشت بتصير يمر عليك الهبل هبل الناس ولك أحد ما هذا أفعل قبل أيام بعث لي رجل من أهل العلم ورجل فاضل وحبيبي لقلبي وأعتقد صلاحه ليس ذنبه فبحث لي هكذا برضو منشورا طويلا قصة كيف الإمام الشعراني مع الشيخ الحافظ من حجر عسقلاني تخيل مع الشيخ عيل خواص الأمي المتعلم مش أي شيء والقصص اللي دارت بينهم وكيف أنه في الأخير عيل خواص قدس الله وسر الجميع اضطر الشيخ الحافظ ابن حجر عسقلاني يأتي وينزل عند رجلي يوطي عشان يعلم قيمته لأنه شايف حاله ابن حجر فتعرف قيمتك عند أولياء إلا وكذا وكلام طويل فكتبت هذا كتبت له هو الله لا ينقضي عجبي عزيزي فلان من جراءة هؤلاء المفترين المختلقين للأكاذيب ظمن أن زمن الوضع مضى مع من مضى فإذا بنا نفاجأ بأن لكل زمان وضاعيه الحكاية المأفوكة هذه لا أصل لها ولا أساس وأن هي إلا سلسلة أكاذيب بعضها فوق بعض والذي ظهر لي أن مختلقها رام من وراء وضعها تبخيس العلم والإزراء بالعلماء المشاهير الكبار الذين عز أي جودة مثلهم الزمان عنيت الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى كما رام إهام أتباعه طبعا وضع أنه اللي كتبه هو أحد صوفي طبعا واحد صوفي من هؤلاء الدجالين من دجاجلة الصوفية للأسف مش من صالحي الصوفية وهيهم الصالحون وأمثاله كما رام إهام أتباعه المغترين به أن لديه وأمثاله من المدعين من العلم والفتوح ما يضمحل في جانبه علم العلماء النبلاء كأبن حجر وغيره بلأ بن حجر بلأ كلام فارغ إحنا علم بلا تعليم ولو ذهبت أتعقب مواطن الكذب والفري في الحكاية أعلى لطال بي الأمر جدا كل أكاذيب كل سطر فيها أكاذيب لكن يكفي أن أشير انتبهوا هذا إلى أن الحافظ ابن حجر العسقلاني توفي سنة 54 و 200 كنا نعرف هذا كلنا نعرف هذا طيب والشيخ الشعراني ولد سنة 98 و 200 يعني ميلاد الإمام عبداللهب الشعراني بعد وفاة ابن حجر بحوالي 50 سنة والقصة كلها بين ابن حجر العسقلاني شيخ الأزهر والشيخ عبداللهب الشعراني شيخ الأزهر ستشوف ليش أنا شدت على الأزهر وليس للإمام الشعراني أن يضع نفسه أصلا في سياق مقارنة مع الحافظ ابن حجر في باب العلم الشرعي وما في حدا عالم تهور وحاول أنه يقايس أو يقارن بين الحافظ ابن حجر وبين الشيخ أردلهب الشعراني الشيخ أردلهب الشعراني شيخ إمام جليل رجل صالح صاحب كرمات عالم من علماء الشريعي وكتبه تشهد أنهم يا العلماء لكن لا يداني حتى مجرد مدانا الحافظ ابن حجر في العلوم الشرعية وتحقيقها إنسى ولم يفعل هذا مجنون ما فيه وحد قال الكلام هذا إنسى يعرف هذا أهل العلم الذين عاشوا في العلم كيف وهو الذي عشان تعرف من هو الحافظ ابن حجر تعرف الحافظ الصيوطي الحافظ الصيوطي أعلم من الشيخ الشعراني بمراحل في علوم الشريعة بس الحافظ الصيوطي الذي قيل مؤلفاته اقتربت من مئة بعضهم قال لا عافوا من مئة أقل ألف بعضهم قال لا ألف كثير لكن يبدو أنها في حدود ستة مئة أعتقد إلا أن تخلوا للذاكرة كارل بروكلمان في كتابه وتاريخ الأدب العربي ذكر أنها زهاء ستة مئة ستة مئة من ضمنها تفسير أعتقد فيه نسخة منه الآن في الموصل كما يقال ذكر هذا على ما أذكر أيضا اللواء المرحوم شيث خطاب العراقي يسمها مجمع البحرين ومطلع النيرين أو مطلع البقية البدرين يقال في ثلاثين مجلد تفسير للصيوطي هذا واحد من كتبه وطبعا فيه كتب ثلاث صفحات رسائل أعتبر كتاب هو هذا كتاب برضو لكن في كتاب في ثلاثين مجلد رحمة الله عليه موسوعة الحظ الصيوطي موسوعة ذكر ضمن مشيخته أنه من شيخ الحافظ من حجر وين يا شيخ الصيوطي كيف أنت ولدت بعد وفاته بست سنين عفوا ولدت قبل وفاته بست سنين يعني لما مات الحافظ من حجر عمره قديش ست سنوات وقتش تلمزت عليه قال أبي رحمة الله عليه كان ينوب عنه في مجلس الحكم أنتم فهمتوا ما الحكم الخضاء الشيخ الحافظ من الحجر صار قاضي القضاء وأبوه للشيخ الصيوطي مرات كان ينوب عندما يغيب الحافظ من الحجر من الذي يخضي مكانه والده للشيخ الصيوطي وكان يحرص على حضور مجالسه مجالس العلم وكان يأخذني معه فليس بعين أنه حملني معه ربما غير مرة تتذكر لك لا تتذكر لكن أنا أرجح أن أكون أكيد كان يأخذني فأنا أكيد صار لي جلوس في مجلس الحافظ ابن حجر تتذكر تتذكر وتتذكر وتتحفظ أي شيء من قالوا لا كنت صغير طفل صغير لكن الحمد لله هذا على قلب خليني يعني لي إجازة منه كيف إجازة تتذكر قال لأن الحافظ ابن حجر كان رحمة الله من عادته أن يجيز الحضور وأولادهم وأنا إن شاء الله من أولادهم ابن أبوي لماذا كل هذا التمحل تعرف ليش لشرف الانتساب الحافظ ابن حجر كشعر بدني قدس الله سرعه العزيز شيخ الإسلام الحافظ أحمد ابن علي ابن حجر العسقلاني قدس الله روحه الطاهرة قاضي القضاء شيخ الإسلام صاحب فتح الباري لما قيل الشوكاني محمد ما وين الشوكاني بالنسبة الله ولا شيء قيل للعالم المجتهد محمد علي الشوكاني يا إمام هل شرحت البخاري ألا شرحت قالهم لا هجرت بعد الفتح لا هجرت بعد الفتح فتح الباري تشرح هناك أحد يشرح بعد حافظ ابن حجر مكثة 40 سنة في فتح الباري وهو كتاب من زهاء 160 كتابا كلها بديع في بابه كلها إضافات في العلم ما هي عجيب هذا الرجل رحمة الله تعالى عليه حافظ ابن حجر كما قلت لكم كان وحيد زماني أوحد زماني إلى اليوم على فكرة لم يأتي بعده إلى اليوم من سنة 254 لم يخلق الله في أمة محمد حافظا تعرفهم كان هو رقب أمير المؤمنين في الحديث اللي أخذوا رقب أمير المؤمنين في الحديث في تاريخ الإسلام لم يوفوا حتى العشرين لم يكملوا عشرين هو واحد منهم فشغل يقول لك الشيخ الشعراني وجاوبه تصور صورة الحافظ كانوا طالب علم إنسان بسيط وعلم صغير جاي ما هذا ما علينا طيب نرجع ثم متى ولي الحافظ ابن حجر ما الشيخة الأزهار القصة تقول إنه شيخ الأزهر الحافظ ابن حجر عصخاني قبّح الله الكذب هذا كذب صراح وذلك أن منصب شيخ الأزهر لم يستحدث إلا في سنة تسعين وألف يعني بعد وفاة الحافظ قد يجي تقريبا قرنين ونصف القرن ما كان في شيء اسمه شيخ الأزهر ما كان فيه بالعكس لما طالع في الجواهر والدرر الحافظ السخاوي من أنبى التلاميذ الحافظ ابن حجر الحافظ السخاوي هذا التلميذ الحقيقي من زي السوطي على السنوات معاه وألف كتاب فيه ثلاث مجلدات يترجم فيه لشيخه اسمه الجواهر والدرر مطموح محقق لما أنا قرأت في هذا الكتاب قبل ربع قرن لا أذكر أن الحافظ السخاوي رحمة الله تعالى صاحب الضوء اللامع الحافظ أو المخاصص الحسنة الحافظ السخاوي لم يذكر أصلاً أن الحافظ ابن حجر درس في الأزهر درس فيما سيجده أشياء كثيرة أخرى أما في الأزهر كل ما يعليق بذهني أنه كان يخطب فيه مرة ومرة ليس دائماً ليس خطيب راضي الجمعة مرة يخطب فيه فقط حتى لم يدرس ليس له فيه أما أن يكون شيخ الأزهر منصب شيخ الأزهر أصلاً لم يكن موجوداً لم يخلقه الله وتدعى هذا وتكرى هذا المنصب وتجر سنة تسعين وألف بعد ابن حجر وقال لك قصص ما علينا طيب بعدين ثم أين وقعي صاحب هذه القصة على زوج للحافظ ابن حجر اسمها زينب في آخر المنشور هذا قال لك بعدين الحافظ ابن حجر لما تأكد أن الشيخ عي الخواص من كبار الأولياء المكاشفين المفتوح عليهم توسل ورجى الشيخ الشعراني تلميذه الذي خلق بعده بنص قرن قال له يا شيخ عبدالوهاب أرجوك توسلني عند الشيخ عي الخواص فيه عنده مشكلة صعبة أني أخرج منها فخية واضح بده فتوى يعني قال ماتت زوجتي وتزوجت امرأة من الصعيد فتاة من الصعيد اسمها زينب وبالأمس حلفت عليها ألا تخرج من الدار فلما عدت وجدت هواقفة على السلم مألومة تشعر بألم ورجتني أن أحملها فحاملتها هذا الذي حصل ولا يعلم به إلا الله فما الحل حل إيهبا وين المشكلة وين المشكلة أنتم فهمت حاجة بالله عليكم ولا أنا لكن أنا فهمت الحمد لله فهمت الجنون هذا شاهدت هذا الكذاب الذي مشير هذا المنشور على الوسائل قال لك من حجر استعام بالخواص في المشكلة أي مشكلة وين المشكلة أنا سأقول لك ما الذي فهمت وهذا بفضل ربما ما عالق أيضا بذهني من قراءات من صغري عرفت ما الذي حصل عندي هذا المجنون الذي ألف هذا البورست عليهم الله لا يستحق الله لكثل في أمود محمد من أمثالها إلى الوضعين الله أعلم ما أراهم وما أشبدهم طيب طلع ما قلت أنا هنا قلت ما مقصوده من حكاية الحافظ مع زينب زوجه الذي بدأ لي أن الجهول أراد توليف حكاية مما عالق بذهنه المختل من حكايات أخرى فلم يفلح لبلادته وغلبت ظلمة الكذب على قلبه الكذب أكثر شيء يجعلك تحرم العلم إياك حتى في النقول إياك تنسب شيئا لنفسك وليس لك إياك تنسب كل شيء إلى قائله كن صادقا بقدر صدقك يتنور قلبك وتستنير بصيرتك ويثبت العلم فيها إن شاء الله تعالى قدر الكذب والبعد كذا راحت عليك هذا واحد كل كلامه كذب فهو مش عارف جسامه مسكين عنايته حكاية عن الإمام الأعظم أبي حنيفة هو هيك سمح أنه مش عارف كيف يولف منه حكاية ويقلف عليها قصة راه ضاعت عليه قولت إخوانا العراقين اللاصة عليه اللاصة عليه طيب في رجل قال لزوجته وكانت على السلم إن وقفتي يعني ما تحركتيش فأنت طالق وإن مشيتي فأنت طالق فألقت بنفسي عن السلم تخيل ذكية جدا فلم تطلق سأل أبي حنيفة قال له لم تطلق وقال له هذه المرأة وافرت العقل ما أذكاها هذه قصة قرأته وأنا صغير غلام في الإعدادية ظلت علقة بذهني أكيد هذا الكذاب قرأها وقرأ قصة ثانية حينشوفها شيئا طيب فلم يقق كذا مع فتوى بخصوص يمين طلاق حلفها رجل على امرأته إن هي خرجت من المنزل إذا خرجت فأنت طالق فهو أكيد خطرت له القصة هذه مع القصة هذه حب يقلب بيني ومعرف مثل ما قال سارتر قال في أجوبة كثيرة لا معنى لها لماذا قال لأنه قال لأنه لا يوجد سؤال لا يوجد شيء مشكلة لا أصلاق أنت تظنها مشكلة هذا ليس مشكلة لا هي مشكلة أصلاق أي مشكلة قبل وهذا نفس الشيء وبعدين فأي فراح على الشيخ شعراني وتوسل لعلي الخواص أنه توسل لميدة طالب العلم البسيط الغلبان الحافظ قادر القضاء أمير مؤمي في الحديث ابن حجر مش عارف حلة وعدنان قرأه وعمره إن كان حداشت السنة تبا لكم سب في العلماء وإزراه في العلماء نقصها الأمة نقصها الأمة هبل فوق الهبل اللي نحن فيه هذا حسب أن الله نعم الوكيل المهم شايف كيف فقلت له بعدين إيش إلى أمور أخر كثيرة ليس أسخفها أو ليس أسخفها سخف العبارة وركاكتها وتشبعها بطريقة أهل عصرنا البعيدة عن أسليب ذلك العصر الواقعة الأكذوبة في سياقه ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ذكرت هذا المالي أخواني مثالاً على البولشيت على الهراء وعلى فكرة للأسف الشديد بالذات في دووين السادة الصوفية في دووين السادة الصوفية اللي ما بتتق الله منهم وفيهم يتم استغفال الناس وبتسمع طبعاً بيكون واحد دجال ويريد أن يتغول أموالهم بل بعضهم والله ولا حول ولا قوة إلا بالله يتغول أعراضهم يفهمهم يفهمهم طبعاً قبل أن أقول قبل أن يفهمهم هذا ماذا يفعل يوضب مزاجهم بالمصرية يعني بيجعل مزاجهم إعاء العال يقولوا أبشير تفرح أنت أبشير بعد أن تبوس يدور رجل وطبعاً وكذا وتفعليك وتتبرك أبشير رأيت النبي بالأمس يقول لي بشر أبا فلان إنه في مقه هذا سوء تبكي أنت ويقوم عليك طبعاً يضعلك المي أنا في مقه هذا صدق عنده مليك بس أنا أقول لك أنا أقول لك أيها المغفل وأيها المبلوش يعني الذي يجوز عليه أيه البولشت أنت مبلوش بلعب أيها المغفل أيها المبلوش أنت لم تؤتى من غفلتك وتيت من كذبك وعدم صدقك لأن المرأة الصادق هذا يترك يقين نفسه لشك الناز فيه ولذلك أحد الصادقين جاءه أخ له قال له يا سيدي أبشرك قال له بماذا قال له رأيتني وإياك في الجنة قال له إليك عني أما رأى الشيطان من يتلاعب به غيري وغيرك روّع قال له نقصني الهبل هذا ما فيه ما ما رؤى وانرؤى كل واحد يعرف حاله إذا مطنع الإسلام نكون الحمد لله نعمة كبيرة إن شاء الله نسأل الله أن نعيش على الإسلام وأن نموت على ملة الإسلام والتوحيد والإيمان فطبعا يوضب لك مزاجك الدجال أي أن كان الدجال يوضب مزاجك يرفع لك 24 إقراط بعدين يأتي ويقول لك ما ما يقول لك تصدق رأيت النبي هاي وانصرف صلى الله عليه أنت بتروح يغمى عليك أنه هاي وهاي وتقول فعلا شميت ريحت يا أخي طبعا لكنك أنت لا أبلوش استهب لك أعلالك مزاجك وطبعا عموما بصراحة اليوم حتى على اليوتوبات في طلع بعض هؤلاء لن أصفهم بأنهم دجاجلة بس واضح أن عندهم نوع من الإغترار والجهل بالله عز وجل وجهل بالشريعة في جهل بعضهم 99% من الأحاديث كلها ماذا توضيب مزاج توضيب مزاج طب وين الحديث اللي بيفتش علينا بيحاول حط الأصبع على إيش على خبايانا على خبثنا على أمراضنا على كذبنا على عدم خشيتنا من الله هاي اللي بنحتاج بصراحة إحليهم أمه ما شاء الله عليها وإياه في كل هذا البعد ما بتحتاج إلى توضيب مزاج بتحتاج إلى مكاشفة ومصارحة لكن يبدو أن حالنا والله المستعان كحال إي من قيل فيهم وفتضحوا فاصطلاحوا ما أنا مفضوح عندك كنت مفضوح خلينا نكذب على بعضنا نتكاذب أنا أبشرك وانت تبشرني والله أرى النور في وجهك تقول لي أنت كلك نور ايه ده أنوار النبي التشعر علينا خلينا وفتضحوا فاصطلاحوا نسأل الله أن يرزقنا الصدق الصدق الصاطع القاطع الصارم فإذن من أخطاء المزاج الجيد والمزاج العال العال أنه يجعل الناس ماذا أكثر عرضة وقابلية لماذا لتقبل الهراء لتقبل فأحذر قضية خطيرة قضية أيها خطيرة والمفروض القضاء ومن يجدرون الأحكام أن يعجبنا الشيخ ابن عاشور رحمة الله علي الشيخ محمد طهب بن عاشور ولا مرة قرأت له عن كرامة ما سمعتش ولا مرة بس أنا بعتبر الاستقامة التي عاش فيها الشيخ محمد طهب بن عاشور والتوفيق الرباني الذي قيض له والمؤلفات الماتعة لا أقول جامعة لكن ماتعة عظيمة غير مسبوقة في بابها بعض مؤلفاته خاصة التفسير ما شاء الله وكان فيه من فوائد وعوائد والنظر الفسيح عند مضائخ الأنظار في الجامعة الصحيح ولزوم الرجل طريقة واحدة في الأدب والرزانة العلمية وعدم الوقوع في العلماء ولا إمة ولا المذاهب وسلوك خطة الاعتدال مع الإنصاف التام والعقل الوافر من أكبر كرمة الله عليه وكفى بها كرمات عليك كذلك؟ والله العظيم كفى بها كرمات كفى هذا التراث العلم الرصي الذي أورثناه رضي الله عنه وأرضاه رحمة الله عليه الشيخ بن عشور يعجبني الرجل أذكى من أن تحاول أن تلعب على مزاجه كانت كتاب عظيم في إصلاح التعليم التونسي اسمه أليس الصبح بقريب يذكر فيه طريقة هو بالنسبة له غير مقبولة رديئة حقيقة أن تكون مردودة على أنها رديئة في ذاتها سبحان الله عمت في كتب المتأخرين في آخر سبعمائة ثمائة سنة من القرن الثامن أنك تلاقيها موجودة كيف الترجيح بين الاجتهادات للمجتهدين يتم أحيانا بعوامل لا علاقة لها أي بالمرجحات الترجيح في مسائل شرعية علمية كيف تصير بمسائل علمية من حيث الدليل ومن حيث النظر في الدليل أليس كذلك بس وعندها فرع كثير جدا جدا عاد لا الترجيح يقول ابن عشور كان يتم أحيانا بالكرمات ولك صحيح فلان قال بهذا كذا ولكن فلان له كرامات وهذاك ملوش كرامات طيب اجتب بعدين ايش إذا له كرامات لا تأخذ برأيه نعم أما أخذ برأيه بالكرمات أخذ برأيه إذا أسعفه الدليل إذا شاه حلو الله نجعل الكرامات بحالها وظاهر صلاح الإنسان وتأيد الإنسان بالكرمات أجعله مرجحا شرعيا ما بصحي يا أخي بصحي العلم الشرعي أليس كذلك وطبعا سنرأ ناسا يدعون الصلاح ويتظاهرون به ويجترمون جريمة الكذب على الله تبارك وتعالى والدعاء أنهم رأوا وأنهم خطبوا وأنهم حدث هذه في ناس عندها الجراءة هذه شي مخيف مرعب شفنا كيف في الخطبة الذي زور في القرآن إمام جامع قرطبة زور في كتاب الله كذب على الله شي مرعب لماذا أثقنا فالشيخ بعشلو قال لك الإنسان هذا مما تسبب في ضعف العلوم وتالهلها فلان له كرامات قال لك ما أقبل هذا عقل ابن عشور عقل عقل محترم متزن على أنه وارث هذه التراثات لكن لا يتأثر بالضعيف المهلهل منها لا يقبله لا يقبل البولشت هذا ابعد هذا باب آخر وأستاذه في هذا إمامه هو إمام الكل الإمام مالك أبو عبد الله ابن أنس الأصبح إمام دار الهجرة الذي كان يقول من أصحابي من أدعو من أرجو دعوته وأرد شهادته يعني على العقل لما يشتغل أرجو دعوتك لأنك إنسان صالح مستقيم طيب سليم الطوية أهلا وسهلا وأرد شهادتك لأنك لست من أهل الشهادة لا تعرف على مدد الشهادة تتورط وطبعا كان يردوا روايتهم أيضا يقول لك آه نقبل ونرجو دعائهم وبركتهم لكن لما يأتي يروي لا أقبل روايته لماذا لا تقبل؟ هل يكذب؟ ليس من أهل هذا الشيء أنا أقول لك هو ليس مشتغل بهذا الشيء وليس روي لا يعرف شروط الرواية فممكن يخربط مقبل هذا عقيل نرجع لما كنا فيه إذن موضوع المزاج موضوع مهم جدا إخوتي وأخوان